بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقعة الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها أبرز الأخبار والكواليس واليوم بالتأكيد هو اليوم الختامي لمباريات الأجندة الدولية وآخر جولة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الجولة السادسة والأخيرة في انتظار جولة الحسم في شهر مارس من العام القادم منذ قليل انتهت مباراة مصر والجابون بفوز منتخبنا الوطني بهدفين مقابل هدف انتصار كان مهم جدا صحيح المنتخب ضمن التأهل وضمن صدارة المجموعة لكن الانتصار كان مهم لفارق النقاط والابتعاد في التصنيف والأمل بالتأكيد خلال الفترة اللي جاي عندنا تفاصيل كتير في هذا الشأن بالتأكيد هنتكلم فيه على مدار الحلقة لكن كمان بعد ختام الأجندة الدولية عندنا استعدادات بقى لاستئناف الدوري وعندنا مباراة مهمة جدا يوم الجمعة القادم مع المؤولين العرب مباراة مهمة جدا والأهل في الصدارة بتسع نقاط ورغم النشوة الانتصار والفوز في القمة على الزمالك لسا عايشين الغد دلوقتي لكن بالتأكيد مهم جدا نقفل باب الاحتفالات ونستعد بشكل جدي للقاء المؤولين يوم الجمعة القادم حلقة فيها كواليس فيها تفاصيل فيها كلام مهم جدا لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة عقب مباراة مصر الجابون عايزة عرف رأي حضراتكم في أداء منتخب مصر النهاردة تحت قيادة كارلوس ساكيروش تابعوا معنا وشاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق استاند تدريباته استعدادا للمؤولين وكمان في ترند الأهلي عبدالحفيز يعلن موعد انتظام الدوليين في التدريبات وفي الترند المحلي جولة الحسم تحدد تصنيف المنتخب في التصفيات الأفريقية جولة مباريات اليوم والنهاردة بالتأكيد جولة الحسم والختام في التصفيات الأفريقية بنتكلم في مباريات 3 مباريات تلعبوا الساعة 3 كانت من ضمنهم بالطبع مباراة مصر والجابون والمنتخب بافاس بهدفين مقابل هدف يمكن أحرز أفشل هدف الأول ويوهانج بيوهانج هدف في مرمى في ديئة 75 انتصار مهم لمنتخبنا الوطني أيضا مباراة ليبيا وأنجولا في نفس المجموعة انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد وموزنبيق استضافت اليوم ملاوي وفازت عليها بهدف مقابل لاشي ندخل بقى في مباريات تضرب نار الساعة 6 عندنا الجزائر وبركينا فاسو تحت قيادة الجنوب إفريقي الحكم الدولي فيكتور جوميز ليبريا مع أفريقيا الوسطى الساعة 6 أيضا وأيضا لقاء مهم جدا نيجيريا مع كاف فيردي الرأس الأخضر الساعة 6 وهيقود هذه المباراة حكم الدولي الجزائري مصطفى غربال الساعة 9 مباراة هي من أقوى المباراة وأهمها الكاميرون وساحل العاج وهذه المباراة يديرها الحكم الزنبي جاني سيكازوي وأيضا الساعة 9 المغرب تستضيف غينيا يعني المغرب ضمن تتأهل وأيضا الساعة 9 مباراة هامة جدا على ملعب رادس تونس تستضيف زنبيا ويقود هذه المباراة حكم البروندي بس في كانيدا بيها اللي قدر مباراة الآل وقايزر تشيفز وفي الختام مباراة تحصل حاصل موريتانية بالنسبة لها لكنها تستضيف غينيا الاستوائية وغينيا الاستوائية تحتاج إلى الانتصار والثلاث نقاط وعلى الأقل من ثلاثة إلى أربع أهداف لضمان التأهل على أمل أن طبعا تونس لا تفوز أو تعمل نتيجة سلبية مع زنبيا مباراة حاسمة وأربع مباراة هتحدد من خلالها باقي الفرق لك تأهل في الجولات القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وعندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند ترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند طبعا زي ما قلت في البداية منذ قليل انتهت مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب الجابون في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والمنتخب فاز بهدفين مقابل هدف الانتصار كان مهم جدا الفكرة في حد ذاتها مش انك خلاص تصدرت المجموعة وتأهلت انت عندك فكرة التصنيف جماعة موضوع ده أي اتحاد وطني بيهتم بمسألة مشاركة منتخب البلد في أي تصفيات أو في أي بطولة رسمية بيشتغل على التصنيف ده على مدار أربع سنين فيه ناس مسؤولة جوه أي اتحاد بتشتغل على موضوع التصنيف ده بشكل جدي جدا النهاردة الانتصار كان مهم جدا ليه؟ تصنيف نوفمبر اللي احنا فيه دلوقتي هيصدر ان شاء الله يوم 25 من الشهر الجاري آخر الشهر الجاري وقد يكون هذا التصنيف هو التصنيف النهائي على أساسه هتتعمل قرعة الدور الحاسم للجولة الأخيرة في تصفيات كأس العالم كلنا عارفين ان منتخب مصر بيأتي في المركز السادس على المستوى الافريقي لان حاليا فيه خمس منتخبات متصدرين بنتكلم مثلا في السنغال المغرب الجزائر تونس ناجيريا مصر تليها على طول بحوالي كم نقطة كده بعد ما تعدلنا بعنجولة فقدنا حوالي سبع نقاط لكن فوس كوديفوار على موزنبيق خلى كوديفوار بتقترب من مصر بشكل قوي جدا في التصنيف فبالتالي احنا بنتكلم قبل مباراة النهاردة مصر 1440 نقطة كوديفوار أو سحل العاج 1430 نقطة فانت بتتكلم فرق بالضبط 10 نقط مصر لعبة مع الجابون وكسبت مصر النهاردة هتاخد حوالي 8 نقطة وخمسة من عشر يعني ممكن نوصل مثلا 1449 نقطة طيب كوديفوار 1430 لو كسبت الكاميرون النهاردة هترتفع في الرصيد تبقى حوالي 1442 فبالتالي انت على الاقل ضمنت مكانك في المركز السادس ودلوقتي حتى ايا كانت نتيجة كوديفوار والكاميرون اتنين تلاتة اربعة سفر ايا كانت النتيجة هي مباراة صعبة طبعا بالتأكيد وحاسمة في التأهل وعشرح دلوقتي موقف الفرق او المنتخبات الاربعة المتبقية لكن النهاردة كوديفوار لما تكسب الكاميرون هتاخد 12 نقطة ونص فبالتالي هتعد مصر اللي هو 1140 فبالتالي كان لازم النهاردة تكسب الجابون فوزك على الجابون ده امن مكانك في الترتيب واصبح ترتيبك السادس ليه بقى انت دلوقتي عندك اربعة منتخبات لغاية اللحظة لسه ما ضمنتش التأهل بنسبة مؤكدة عندك الجزائر عندك نيجيريا عندك المغرب عندك تونس وايضا كمان عندك يعني بنتكلم تلاتة منتخبات الجزائر ونيجيريا وتونس لكن في نفس الوقت السنغيال والمغرب خلاص سضمنوا التأهل دول خمس منتخبات المصنفة التصنيف الاول اي منتخب منهم هيخرج النهاردة مصر هترتق وتبقى ضمن الخمسة الاوائل ممكن الناس تقول لي ما اللي عايز يروح كاسعالم ما يفرقش معاه يواجه مين بص يا جماعة خلينا نتكلم بالمنطق وبالملعب وهتكلم على مباراة مصر والجابون النهاردة منتخب مصر في المرحلة الحالية لا مهم جدا يركز المواجهة اللي جاي هتبقى مع مين والحسابات دي مهمة جدا لان لما تتعمل قواعد جولة الحسم من خلال القرع اللي هتتعمل يعني بشكل مبدئي في 18 ديسمبر على هامش قرعة نهائي كأس العرب في الدوحة مباراة العودة هتكون على ملعبك لان انت هنا بتستفيد من التصنيف بتاعك كل دي قواعد بالتأكيد خلال الفترة الجاية الفيفا يا لنا بشكل رسمي فمهم جدا تتصدر لان مباراة العودة لما تكون على ملعبك هتفرق كتير كمان مهم جدا في التوقيت ده الجزائر في أفضل مستوياتها السنغال في أفضل مستوياتها المغرب في أفضل مستوياتها ممكن القرع توقعك مع مالي ممكن توقعك مع الكنغو الدموقراطية هل المستوى الفني هنا زي هنا؟ لا كمان في نقطة تانية انت عندك الكنغو الدموقراطية لو انت تصنيف أول وهي تاني ووجهتها في القرع الكنغو هتفقد 4-5 لعيبة في مباراة الزهاب بسبب الانزارات اللي حصلت عليها في آخر جولة نتيجة الانزارات مترقمة وبترحل لمرحلة جولة الحسن هي التفاصيل الصغيرة دي بتفرق في المباراة الكبيرة اللي زي دي والمستوى اللي احنا فيه دلوقتي ما يأهلكش لانت تقول ما عنديش مشكلة لعب الجزائر ما عنديش مشكلة لعب المغرب ما عنديش مشكلة لعب السنغال لا في التوقيت ده عنده مشكلة ومن هنا لشهر مارس أكيد كارلوس كيروش هيشتغل على فكرة ان المنتخب لازم أداءه يتطور ولازم يشوف أفضل والتي يبدأ بالمباراة الفترة الجاية وده النهاردة ظهر لما لعب مباراة الجابون وشوفنا التشكيلة اللي بدأ بيها المباراة لذلك الحمد لله فوز منتخبنا النهاردة ضمن لمصر المركز السادس في التصنيف الافريقي لكن تتبقى بقى نتائج النهاردة تونس والجزائر ونيجيريا أي منتخب هيخرج مصر هترتقي في التصنيف وتكون من ضمن الخمسة الأوائل في قرعة الدور الحاسم القادم إن شاء الله طيب دي جزئية الجزائية الثانية المنتخب النهاردة يمكن كارلوس كيرش كان بيحاول قدر الإمكان يكسب المباراة وده وضح لما الجابون اتعادلت نزل محمد صلاح وعمل تغيرات ونزل كمان مصطفى فتح وإمام عشور لأنه عارف إن المكسب مهم جدا عارف إن الانتصار النهاردة على الجابون مهم في مسألة التصنيف لكن في نفس الوقت كان لازم يجرب كان لازم يشوف أكتر من لاعب شاف مروان حمدي 90 ديقى في مركز معين كان رأس الحربة شاف محمد شريف في مركز أنا عندي إحساس وشايف إن محمد شريف مظلوم في المكان ده ويحتاج إن هو يكون موجود كرأس حرب عشان ياخد المساحة ويقدر يلعب بشكل جيد أحمد ياسر راين حاست إن كان فيه خضة النهاردة مركزه ومش مركزه بس حاس إن أحمد ياسر راين كان مغدود النهاردة في المشاركة بشكل أساسي أفشل النهاردة من وجهة نظر كان نجم المباراة في أداءه في تحركاته في وسط الملعب أحرص راكلة جزاء عمل أكتر من سلو باس حمد فاتح النهاردة أيضا كان متقلق بشكل رائع عمر السلية حاسيت إن هو كان موجهة شوية وحتى عشان كده يمكن كارلوس كيروش عمل تغيير وخرج عمر السلية ونزل إمام عشور خط الدفاع غياب أكرم توفيق حاسين بين النهاردة في الدفاع والقوة والزيادة بشكل رائع جدا غياب أكرم توفيق هفري مع المنتخب الفترة الجاي أعتقد حجز مكانه بشكل أساسي كظاهير أيمن أحمد فاتح محمد حمدي دي بقى خيارات هنشوف كارلوس كيروش الفترة الجاية هيشتغل إزاي على التشكيلة الأساسية لكن كان فيه راحة النهاردة لمحمد النني كان فيه راحة أيضا كمال لمصطفى محمد عارفين كلنا موضوع الإنذارات كان مهم جدا جهاز المنتخب يشتغل على التفاصيل الصغيرة دي لأنه لقدر الله أي إنذار هيمنع أي لعب من المشاركة في مباراة الزهاب في جولة الحسب ولقدر الله لو كان فيه أي كارت أحمر يمنعك من لقاء الزهاب والإياب فمهم جدا تحافظ على كل العناصر في الجولة الأخيرة في تصفيات كأس العالم كمان من ضمن الكلام المهم جدا بخصوص تصفيات كأس العالم الأزمات التحكمية اللي ظهرت خلال الأيام الأخيرة شفنا نتائج مباراة كانت تحكم مؤثر جدا فيها مباراة الكونغو وبنين الحكم الجابوني إيريك أتوجو ومباراة غانا وجنوب إفريقيا وكان بيدرها الحكم السنغالي ماجيت نيداي عايز أقول حاجة مهمة جدا عايزين ناخد بنا منها ورغم إن إحنا دايما بننتقد التحكم عندنا هنا في مصر بسبب الأخطاء التحكمية لكن في موقف زي ده هطلع هدافة عن الحكم المصري وأقول إن الحكم المصري أيا كانت أخطاؤه بنشوف نفس الأخطاء من حكام أفاركة كتيرة لكن سبحان الله لما الحكم الإفريقي بيخطأ أو بيعمل أي مشكلة في مباراة بيكمل ومرشح لكأس عالم لو حكم مصري غلط غلطات زي دي على طول بتبقى القرارات جاهزة واستبعاده من معسكر حكام كأس العالم مش دفاعنا عن أمين عمر لا بالعكس إحنا نتكلم بقى عن الوطنية يهمنا أن يكون لنا حكم مصري في كأس العالم لكن فكرة أن أمين عمر غلط في لعبة أو في لعبتين في الدور المصري مستبعد من المعسكر القادم لحكام النخبة المرشحين لكأس العالم شايفين ما جيت نيداي السنغالي إزاي الناس في السنغال بتدافع عنه رغم الخطأ الكارسي اللي عملوا في مبارات غانا وجنوب إفريقيا ومع ذلك موجود حتى هذه اللحظة في معسكر حكام النخبة من أبرز برضو التفاصيل المتعلقة مبارات غانا وجنوب إفريقيا يمكن بعض الأخبار المتدولة حاليا في صحافة في غانا وجنوب إفريقيا بتقول أن الاتحاد الدولي لكرة القادم فيفا هيفتح تحقيق حول أحداث هذه المباراة ويشوف الخطأ مش الخطأ الفني هيشوف مدى صحة الشكوى اللي قدمتها جنوب إفريقيا بخصوص بعض التفاصيل اللي شفتها أو رصدتها من خلال كواليس مبارات غانا وجنوب إفريقيا الفكرة مش خطأ تحكيمي أي خطأ تحكيمي في أي مباراة لا يعيد أي مباراة المباراة بيتم اعتمادها رسمي لكن جنوب إفريقيا في شكوتها قالت أن في أخطاء وفي كواليس في الموضوع بتستدعي التحقيق وإعادة المباراة ونويت جنوب إفريقيا في شكوها أن الخطأ اللي ارتكبوا ما جيتني ضايق السنغالي شبيه بنفس الأخطاء والكواليس اللي تمت حولين هذه المباراة مع الحكم الغاني جوزيف فلامبتي اللي حسب ضرب الجزاء لجنوب إفريقيا على السنغال وبسبب هذه ضربة الجزاء أو بسبب الكواليس اللي حصلت في هذه المباراة ما بين فكرة أنه كان فيه اتفاقات أو يعني الأمور دي المباراة أعيدت والحكم الغاني تم استبعاده وإيقافه مدى الحياة جنوب إفريقيا عايزة تعمل نفس الأمر مع الحكم السنغالي والمعلومات اللي وردت لنا أن الفيفا استلم الشكوى وبدأ فتح تحقيق الفعل حول هذا الموضوع خلال الساعات القادمة والتحقيق أيضا مع طاقم التحكيم بشأن هذا الموضوع طيب مباراة الكونهو وبنين والكلام اتقال على أنه فيه أربع توقفات وده مخالف للبروتوكول بتاع التغييرات بسبب الكورونا معلوماتي كمان أن طاقم التحكيم الجابوني بقيادة إيريك أتوجو في تقريره اللي تم إرساله للكاف والفيفا قال أن المباراة ما كانش فيها أربع توقفات للتغييرات قال لا تقريره ذكر أنه تلت توقفات للتغييرات وأن حتى لو شاريت المباراة أو الناس اللي تمعت المباراة شافت أنه فيه أربع توقفات تقرير الحكم قال ما كانش فيه أربع توقفات هما تلت توقفات بس ويتعامل فيهم أربع تغييرات مرائب الحكام كان الكابتن جمال الغندور لكن طبعا هو بعيد تماما عن هذا الموضوع المسئولية تقع على عاطق حكام المباراة وعلى عاطق أيضا مرائب المباراة كمان إذا تم إقرار هذا الخطأ هل ده خطأ فني ولا خطأ إجرائي في التبديلات والتغييرات هو خطأ إجرائي وليس خطأ فني الخطأ الفني اللي هو إيه فريق بيلعب 11 لعب لا كامل المطش ب12 لعب فريق عنده 5 تغييرات عمل 6-7 تغييرات مثلا يا عبد المسال دي أخطأ فنية لأنه هنا أنت بتخالف قانون اللعبة نفسها لكن الخطأ الإجرائي أن أنت فيه بروتوكول معمول للتغييرات فبدل ما تعمل 4-3 يعني 5 تغييرات في 3 توقفات لا عملت مثلا أقل من 5 بس في 4 توقفات هنا خطأ إجرائي وبيبقى الحاكم عليه مسؤولية كبيرة وخطأ كمان عند مرائب المباراة لأن مرائب المصابي بقاعد تحت جنب الحاكم الرابع وده خطأ فيه تطبيق الإجراءات لكن في النهاية هنشوف اللي يحصل للفترة الجاية لأن بنين لما قدمت شكوى قالت في شكوتها أن دي مشاركة مخالفة قال اللعب اللي نزل ده شارك بالمخالفة للقانون ما قلتش أن ده مخالفة للإجراءات هنشوف بقى اللجنة المنظمة لمسابقات الفيفا هتعتمد إيه خطأ إجرائي في التغييرات فيعتبر خطأ إداري عادي جدا ولا خطأ فني معلومات إنها تبقى خطأ إداري عادي جدا وكبرها أوه ممكن يكون فيه غرامة مالية على الإداري في منتخب الكنغو وكمان كمان هيكون فرصة كمان أن يكون فيه عقوبة على تقم التحكمية حتى ما يتقررش الأمر ده لأن فيه كذا مباراة في التصفيات اتقرر فيها الموقف ده تحديدا مباراة مدغاشقر وتنزانيا حصل فيها الموقف ده مباراة الكنغ والسنغال بعض الناس بتقولوني كان برضو فيه توقف أو فيه توقف زيادة ده هنشوف خلال الساعات الجاية الأطكم التحكمية لفترة الجاية أعتقد اللي حدث ده هيكون فيه قرار مهم جدا بخصوص الحكام في إفريقيا الفترة الجاية والاتحاد الدولي فيه فتحديدا من خلال متابعته لعمل لجنة الحكام هيبقى فيه تدخل خلال الساعات الجاية وخلال الفترة الجاية في ظل أن جولة الحسم الفيفا قدر الإمكان بيحاول يكون فيه يعني تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد تقنية الفي ار في جولة الحسم ولكن طبعا ممكن يصطدم بجهزية الملاعب في جولة شهر مارس القادم لأن فيه ملاعب ممكن ما يكونش جاهزة لاستقبال لتقنية الفيديو ده هنشوفه خلال الفترة الجاية لكن المؤكد أن الأخطاء التحكمية والأحداث التحكمية الأخيرة وتأثير على جولات الجولة السادة في التصفيات هيكون لها رد فعل قوي جدا على تغيير شكل منظومة التحكم تغيير أعضاء لجنة الحكام في الكاف وهيكون فيه مراجعة لأكتر من حكم مرشح لكأس العالم وأن لو تم استبعاد مجيد نضاي ممكن يتم الاستعانة بأمين عمر كحكم مصري بعد ما كان مستبعد ممكن يعود من جديد تاني ويعود من بعيد ويكون فيه معسكر حكام النغبة الفترة الجاية عموما ده يتضح خلال الساعات اللي جاية لكن الحمد لله مصر تأهلت بنستعد للدور الفاصل كارلوس كروش أعتقد النهاردة قدر يحط إيده على كل الأمور الخاصة منتخبنا الوطني تكلمنا على التصنيف المكسب النهاردة الحمد لله اتطمنا أن مصر في المركز السادس وأي خروج لتونس أو نيجيريا أو الجزائر يسعد مصر ضمن الخمسة الأوال وده مهم جدا قبل القرعة اللي غالما بالنسبة كبيرة هتقام على هامش نهاية كأس العرب في قطر بإذن الله أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف أبرز الأخبار والمعلومات الخاصة بالنادي الأهلي والاستعداد للمرحلة القادمة أهلا بحضراتكم من جديد وأبرز الأخبار والمعلومات من مراني الأهلي اللي تم النهاردة صباحا في ملعب التتشي بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقولين العرب لكن قبل ما أدخل في تفاصيل التدريب ممكن النهاردة كابتن سارد الحفيز عادة من رحلة الإمارات اللي كانت خلال الإسبوع الماضي وكان الهدف منها تنصيق بعض الأمور الإدارية لسفر الأهلي إن شاء الله خلال شهر فبراير عشان كاس العالم للأندية التحضير لاختيار أفضل ملعب التدريب أفضل الفنادق اللي موجودة بالتأكيد في إمارة أبو ظبي والاتفاق أو الترتيبات الخاصة مع الاتحاد الدولي لقارة القدم فيفا لأن كانت فيه لجنة منظمة موجودة في أبو ظبي خلال الفترة الأخيرة لكن على هامش كل هذه التفاصيل خلال الفترة القادمة إن شاء الله هيكون فيه معسكر للنادي الأهلي في الإمارات هيتبقى مدته عشر تيام خلال الفترة اللي هيكون منتخبنا الوطني بيشارك فيها في الضوحة خلال منافسات كأس فيفا للعرب اللي هتنطلق إن شاء الله في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر من الشهر القادم خلال هذه الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر المعادل مبدئي ممكن الأهلي هيعمل معسكر خلال هذه الفترة في الإمارات وقد يتخللوا ثلاث مباريات ودية أيام مثلاً 9، 12، 16 في أسام بعض الفرق بتتردد إن ممكن تلعب مع الأهلي مباريات ودية الاتحاد السعودي، التعاون السعودي، الكويت الكويتي، الناصر الإماراتي، الدحيل القطري هتبقى فرق عربية مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة استعداداً للمرحلة اللي جاية لكن طبعاً خلال هذه الفترة الأهلي قد يغيب عنه حوالي من 10 إلى 12 لعب لأن كأس فيفا للعرب على الأقل أنت منتخب تونس هيكون معاه عالم علول المنتخب المغربي هيضم بدر بنون وطبعاً في ظل عدم وجود أي لعب من بيرامد زول مصر اللي عندهم مباريات في كأس الكونفيدرالية فهيكون أكتر الفرق اللي هيكون ليها عدد لعيبة فيه منتخبنا هو النادي الأهلي وقد ينضم من حوالي من 8 إلى 10 لعبين من الأهلي خلال هذه الفترة فبالتالي المعسكر ده مع عدد اللعيبة اللي هتنضم لمعسكر منتخبنا فيه الدوحة وقتها بيتس بسمانا هيختار بقى أشوف شكل المجموعة اللي هتكون معاه ومن اللعبة ممكن اللي يضمها من قطاع الناشئين لاستكمال القيمة واخوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر واللي الدوري بالتأكيد هيكون متوقف وقتها بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في كأس فيفا للعرب قدامكم طبعاً بعض اللعطات هي على الشاشة من تدريب فريق النادي الأهلي الصباحي وده استينافل التدريبات بعد الراحة السلبية اللي خدها الفريق بالأمس وقدامنا الكابتن سيدة هوفي المراني الصباحي عاقب عودته من الإمارات تماناً النهاردة كان فيه جلسة في الجيم يمكن عدد من اللعيبة عملوا جلسة في الجيم بالتأكيد قبل النزول للتدريبات الجماعية والمران النهاردة يمكن استغرق مدته حوالي 30 دقيقة في الجيم لكن بعد كده الجهاز الفني عمل تأسيمة في أرضية الملعب شايفين فيها طبعاً حسين الشحات وجونيور أجاييه كمان موجود في التدريبات ممتزم في التدريبات بشكل مستمر وعدد من اللاعبين حسام حسن وعمار حمدي واحمد عبدالقادر ومحمود دا كهربا وطاهر محمد طاهر طيب كمان النهاردة موسيماني كان عامل محاضرة للعبي الفريق في ملعب التيتش ويكلم موسيماني على بعض النقاط الفنية الخاصة بالارتباطات المقبلة لضمان الاستمراء على نفس المستوى وتحقيق الانتصارات في الدور العام الأهلة عند تسع نقاط فزع الزمانك في آخر مباراة دوافع جديدة بيدخل فيها الفترة القادمة وقدامنا هو الحمد لله بنطمئن على حالة محمود متولي كمان وأعتقد وكده خلاص في الجزء الأخير من البرنامج التأهيل وده جزء فتنس بقى بيحاول يرتقي باللياقة البدنية وهو كمان قدامنا محمد محمود نفس الأمر لبرنامج بدني خلال الفترة الحالية وعشان كده مش هتشوف محمد محمود في مباراة ودية دلوقات الغاية لما يخلص البرنامج البدني عشان يجهز في المرحلة اللي جاية ومحمد عنده تحدي أنه يكمل في الأهل المسيم ده ويفرض نفسه على التشكيلة الأساسية بالمناسبة كمان نهاردة كان التأسيمة تأسيمة قوية جدا بالنسبة للجهاز الفني مع اللعبة والتأسيمة كان فيها بعض الأمور الخططية والتدريبات المتنوعة من قبل بيتسو موسيمان قدامنا كمان حراس المرمى مصطفى شبير وحمزة علاء واحد الحراس كمان الصعادين من قطاع الناشئين في ظل أنه كمان علي لطفي حاليا مش بيشارك يعني بشكل أساس قدامنا هو بعض التدريبات لي خاصة لعلي لطفي لأنه كان في فترة الأخيرة كان فيه إصابة كده بسيطة وكان فيه برنامج تأهيلي في الجيم فبالتالي النهاردة كان بياخد تدريبات تخصصية مع ميشيل يانكون وكنا نهاردة شوطنا محمد الشناوي في التشكيلة الأساسية مع منتخبنا الوطني بتركوا كمان الكابتن سايد النهاردة انتظم وكان موجود فيه التدريبات عاقب العودة من الإمارات وكانت رحلة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنية لبحث ترتيبات معسقر الفريق والمهم كمان بخصوص المعسقر ده الاستعداد لكأس العالم للأندية عايز أولوك على حاجة بخصوص كأس العالم الأندية حتى هذه اللحظة النهاردة بنتكلم فيه 16 نوفمبر طبعا المفروض القرع هتتعامل نهاية هذا الشهر بعد ما يتحدد باقي الفرق اللي تتأهل للبطولة لكن حتى هذه اللحظة الفيفا عايز يلعب البطولة في الخمستاشر يوم الأولى من شهر فبراير هل ده هيبقى معاد الناس رسمي ونهائي دعا نعرفه الفترة الجاية لأن كمان الكاف كان قال هذا المعد قد لا يناسب بطل إفريقيا نتيجة أن الاتحاد الإفريقي مرتبط بطول التكاس الأمم الإفريقية عاقب عودة الكابتن سيد هنشوف بقى خلال الساعات الجاية الترتيبات ولو كان فيه معلومات جديدة بخصوص الموعد بالتأكيد الكابتن سيد ممكن يكون نتكلم فيها مع مسؤول الفيفا اللي كانوا موجودين في أبو ظابي للاتفاق على ملاعب التدريب وفنادق لقامة بالنسبة للفرق المشاركة النهاردة كمان الجهاز الفني منح بيرس تاو المالي أليو ديانج راحة من المران بعد وصولهم من بلادهم في ساعة متأخرة من مساء أمس بيرس تاو كان بيلعب طبعا في غانا مع منتخب بلده جنوب إفريقيا وللأسف طبعا كنا نتمنى أن بيرس تاو يكون موجود في جولة الحاس مع منتخب جنوب إفريقيا لكن خسرت أمام غانا برقلة جزاء والمباراة لسه فيها كواليس كثيرة أليو ديانج كمان كان موجود راجع من المغرب جمن المغرب على مصر لأنه كان بيلعب مع منتخب مالي المباراة الأخيرة وكانت المباراة تبلاعب فيه تانجا في المغرب ومالي عمل نتائج رائعة في تصفيات كاس العالم مع قيادة المدرب المالي محمد ماجوسوجا يمكن 16 نقطة ما دخلش مرموهم أي أهداف أليو ديانج كان أساسي فيه المباراة قبل الماضية لكن المباراة الأخيرة ما بدأش فيه التشكيلة الأساسية انتظموا في التدريبات وهيكونوا بقرة أو حصلوا نهاردة على راحة وبقرة هيكونوا موجودة إن شاء الله في التدريبات الجماعية طيب أما بالنسبة على علي معلول وبدري بنون ولويس ميكسوني نهاردة علي معلول عنده مباراة بالتأكيد مع تونس نتمنى له التوفيق إن شاء الله النهاردة في مباراة زامبيا ونتمنى بالتأكيد تونس ستأهل مع علي معلول للمرحلة القادمة وأيضا بدري بنون هيرجع من المغرب كان بيشارك في تدريبات منتخب المحليين وموزنبيك كانت بتلعب منذ قليل مباراة بالتأكيد وكان لويس ميكسوني كمان موجود مع منتخب موزنبيك في تأكيدات إن السلسة النهاردة هيكونوا موجودين بإذن الله يعني غالبا في عصر الغد ويشاركوا إن شاء الله في تدريبات غدا لكن لويس ميكسوني هيصل مسائل الغد فإن شاء الله هيكونوا جاهزين كلهم بإذن الله لمباراة يوم الجمعة أمام المولي العرب وده كده موقف الخماسي عندنا الحمد لله كواليتي يعني كل اللاعب الأجانب اللي في الأهلي على طول موجودين في الأجندة الدولية وبيشاركوا مع منتخبات بلدهم وده بيدل على قوة السكواد الموجود في فريق النادي الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض وعندنا كواليس وتفاصيل خاصة بترند الأهلي والمحتوى اللي موجود من خلال صفحات السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد والترند الأهلي والمحتوى اللي موجود من خلال صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة نبدأ مع بعض أول حاجة معنا من حساب الرسمي والصفحة الرسمية لليوم السابع على تويتر واللي نشره موسيماني يمنح كريم فؤاد رشدة المشاركة في مباريات الأهلي العنوان الهدف منه أن خلال الفترة الأخيرة كان فيه تدريبات تخصصية وكانت فيه بالتأكيد مباريات ودية والهدف منها أن موسيماني يتكلم مع كريم فؤاد إمتى ممكن يتم الدفع به أكيد فيه استفادة من كل اللعيبة الموجودة في التشكيلة الأساسية الموسم طويل جداً سواء مباريات محلية أو مباريات إفريقية كريم فؤاد تحديداً من اللعيبة التي تقدر تقول عليها من اللعيبة الجوكر يعني ممكن يلعب زهير أيمن زهير أيصر لإمكانية يلعب فيه أكثر من المكان وده شفناه لما كان موجود فيه صفوف أمبي فبتس موسيماني يتكلم مع الكل سواء بيشارك بشكل أساسي أو ما بيشاركش عشان في الفترة القادمة في التوقيت لما يلاقي أو يختار لعيب يكون جاهز في الفترة اللي جاية فإن شاء الله الفترة الجاية كل اللعيب هتاخد فرصة اتقال على طاهر برة وهيطلع إعارة وما كانش موجود في القيمة كان موجود في موضوع الزمالك نفس الكلام بتقال على قهربة نفس الكلام بتقال على أحمد عبدالقادر اللعيبة كلها ونسبوت تحت أعين بيتس موسيماني طيب نروح كمان لحساب الأهرام وحساب الأهرام يعني على تويتر بيقولون تفاصيل جلسة موسيماني مع نجمي الأهلي بعد رفض رحيلهما الكلام هنا بخصوص عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وأن الصحف والزملة بيتكلموا على أن فيه عروض جات لأحمد عبدالقادر وعمار حمدي أنا أكدت أكتر من مرة أن احنا لسه في الجولة الثالثة من ببرايات الدوري ولسه بادل أولا أن فيه فرقة ممكن تحتاج تقول أنا عايزة أخذ مين من الأهلي أو من أي فرقة تانية لأن لسه الموسم طويل ولسه قدامنا خمس ست مطشاط على انتقالات يناير لكن أحمد عبدالقادر وعمار حمدي من الركاز الأساسية اللي بيتس موسيماني يعتمد عليها الفترة الجاية والجلسات دي ملقاش علاقة بالأروض لأن كده كده أصلا فيه اتفاق أن اللاعبية مكملة على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي والتقييم في نهاية الموسم فمش معقول لسه التقييم في نهاية الموسم هنقيم وإحنا لسه في أول شهر من الموسم اللي لسه ممكن يتلعب لغاية شهر 9 من العام القادم 2022 نروح كمان لحساب الوطن سبورت وحساب الوطن سبورت على تويتر كتبوا عاجل تحذيرات لخمس لاعبين في الأهلي قبل مواجهة المقاولين العرب طيب التحذيرات في إيه بالضبط مدير القرى في النادي فتح خطوة التصال مع اللعبين الدوليين تحديدا الخماس بيرسي تاوة ميكسوني وبانون ومعلول وديانجي من أجل العودة مباشرة عاقب انتهاء الأجندة الدولية الخبر ده ممكن تلاقوه يعني أكليشي سابت كده بعد أي مباراة دولية لمنتخبنا أو للأجندة الدولية في الفترة الأخيرة طبيعي جدا الجهاز الإداري والكابتن ساد مدير الكورة عنده تفاصيل تذاكر سفر كل لعب وعودته أمتى وآخر مباراة اسمية أمتى وما كانها فيه فعارف مثلا أن بدر بنون رجع من المغرب عارف مثلا أن ديانجا يرجع من المغرب عارف أن لو اسمك السوني آخر مباراة مثلا كانت في جنوب أفريقيا بديكم مثال عارف أن معلون رجع من تونس بيرسي تاو رجع من غانا فتذاكر السفر والطيران وكل حاجة معروفة فبالتالي موعيد العودة بتبقى محددة وفيه ليحة فيها جزاءات اللعبة اللي بيتأخر بيتوقع العقوبة فبالتالي هي مش فكرة بقى تحذيرات الناس كلها عارفة فيه ليحة وفيه جزاءات وفيه عقوبات لكن هي الفكرة بس يعني إيه خبر بيبقى ثابت بعد أي أجندة دولية بنكتب بقى اللعبة الدولية ترجع أمتى ومين رجع ومين هيتأخر والكلام ده كله لكن لعبة الأهل ملتزمة فيه اتنين رجع مبارح النهار ده خدوا راحة والثلاثة هيرجعوا بقرة عقب نهاية الأجندة الدولية والكل إن شاء الله هيكون جاهز لمطش المقولين العرب طيب أروح كمان لمحمد محمود ولسه مع الوطن سبورت على تويتر اللي بيتكلموا على إن الجونة يفاوض محمد محمود لضمه في يناير ده الخبر الثالث عن محمد محمود اللقراه في نفس المكان ولكن من ثلاث أندية الأول كان الإسماعيلي بعد كده كان سيراميكا كيليوباترا والآن الجونة محمد محمود شفنا لقطات لي من شوية وكان بيشارك في بعض التدريبات والبرنامج البدني مع كيبي محل مخطط الأحمال وبالتأكيد الفترة الجاية عنده إصرار إنه يفرد نفسه على التشكيل الأساسية ومحمد محمود لو كان عايز يطلع إعارة كان طلع إعارة في الشهر الماضي قبل انطلق الدول اللي كان عنده عروض كتير أبرزهم كمان كان من فيوتشر لكن هو عايز يكمل مع الأهل وعنده تحدي إن يلعب السنة دي بعد غياب سنتين بسبب سوق الحظ لوجهه بسبب الإصابة إن شاء الله الفترة الجاية هنشوف محمد محمود وهنشوف كل اللعيبة لكن طبعا واحدة واحدة مع توالي المباريات ومع الأجندات الفترة الجاية والتوقفات هنشوف كل اللعيبة في الفترة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف برضو آخر المستجدات من خلال تريند الأهل أهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرة تريند الأهل ونشوف المحتوى الموجود من خلال السوشيال ميديا نروح مع بعض الحساب يلا كورة وحسابها الرسمي على الفيسبوك صفحة الرسمية على الفيسبوك نشروا وفقا لمصدر بالأهل ليلا كورة ما يتردد حول تفاوض النادي الأهل مع بن شرقي ومصطفى فتحي أمر غير صحيح وكثيرا ما يزج باسم الأهل عبره كلاء لعبين لتحقيق أهدافهم وأهداف موكليهم طبعا ما يتردد حول تفاوض الأهل مع بن شرقي ومصطفى فتحي ده أمر غير صحيح والشهوري الماضية برضو كان فيه تم الربط وتأكيد انتقال أحمد سيد زيزو جناح الزمالك إلى الأهل وده برضو ما حصلش فبالتالي بيبقى فيه بعض الوكلة بيحاولوا يعملوا تسويق لإسم اللاعب داخل على مرحلة تجديد عايز يجدد عايز يعلم من أسهم شوية في يربط الكلام ده بإسم الأهل اتقال ده على أحمد زيد زيزو وفي الآخر هو جدد وموجود في الزمالك واتقال على بن شارو واتقال على المصطفى فتحي والموضوع ده هنعرفينه على طول ودائما النادي الأهلي بيعرف يعني الخطة اللي بيشتغل عليها في مسألة التدعمات إمتى وفين ومع مين وشوف نظرات الاسكواد على أعلى مستوى وبالتأكيد النادي الأهلي لسه الملف ده مقفول لكن مسألة هذا التفاوض ده وكلاء اللاعبين وبالتأكيد هذا الكلام غير صحيح طيب نروح كمان لحساب بطولات وبيتكلموا على أكرم توفي حساب رسم البطولات على تويتر بيتكلموا على أنه آيكس يوضح عبر بطولات موقفه من ضم أكرم توفي من الأهلي طبعا المصدر قال مصدر في الأهلي قال نحن لا نعرف أي شي على الإطلاق حول هذا الأمر طب هل في فاكس رسمي جيل الأهلي من آيكس طبعا مصدر في آيكس كمان قال لا ده مجرد شائعات والكلام ده عاري تماما من الصحة وإحنا بنأكد لكم أن أكرم توفي مستمر في الأهلي وما فيش أي عروض رسمية بل بالعكس أكرم أصبح من الركاز الأساسية اللي هتكمل مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية وهو مبسوط لأنه على فكرة يعني أكرم دخل في التشكيلة الأساسية المنتخبنا الوطني من خلال النادي الآلي فالحفاظ على مركزه والحفاظ على المشاركة مهمة جدا لفترة جاية من خلال مشاركته مع النادي الآلي وفي الأساس أصلا ما فيش أي عروض طيب أروح كمان لحساب المصري اليوم الرياضي بيقول الوجهة المقبلة لكهربا وكيل لعبين يعلن رحيله عن الأهلي طيب ميدو حزين وكيل اللعبين قال أن محمود قهربا لم يحصل على فرصته الكاملة مع النادي الآلي مشان أن القهربا يملك عروض قوية من الدوري السعودي ده كلام لميدو حزين في إحدى البرامج التلفزيونية وإحنا بنقول له طبعا قهربا مكمل في الأهلي وقهربا ما أعلنش أي حاجة ومحدش يعلن حاجة باسم لاعب طالما ما فيش أي حاجة رسمية جد والأهلي ما أعلنش أي حاجة وفي النهاية كل الكلام ده كلام وكلة كل الكلام ده كلام وكلة وبيبقى 90% من كلام الوكلة لأهداف يعني تسوقية خاصة بهم هو لكن بالتأكيد اللاعب مستمر مع النادي الآلي ولسه باقي في النادي الآلي وأتمنى الفترة الجاية نقل شوية جماعة من الكلام على القهربة سواء صحافة أو إعلام أو حتى وكلاء اللاعبين كمان دخلوا على خط وبيتكلموا على موضوع قهربة طيب حساب اليوم السابع وبتكلم على أبرز اللاعبين وأهم اللاعبين في النادي الآلي وحساب اليوم السابع بيقولوا على مسؤوليتهم هم من خلال صفحتهم على الفيسبوك الأهلي يرحب باعتزال وليد سليمان نهاية الموسم وبيقولوا أن الأهلي رحب بفكرة اعتزال وليد سليمان لكن قالوا أن هذا القرار ده يخص وليد سليمان إذا اتخذوا فيه نهاية الموسم وقالوا يعني التقرير بيتكلم بقى عن مسألة إصابات وغيابات وأمور أنا ما بحبش هتدوى لها لأن المسألة اعتزال لاعب ده من الأمور الشخصية اللي تهم أي لاعب وما ينفعش نتكلم فيها إلي لما اللاعب نفسه هو اللي يفتح الكلام فيها ويقول رغبته وطالما وليد سليمان موجود مع الأهلي وأعلن استمراره في الأهلي وأهميته في الأهلي كمان مهمة جدا لا تقل عن فكرة أنه هو أساسي ولا احتياطي فدي نقطة يعني أتمنى محدش يقرب منها الأمر يخص اللاعب فقط وإذا تحدث فيه مش هيتحدث من خلال الإعلام هيتحدث فيه من خلال الاتصالات المباشرة مع مسؤولي النادي الأهلي طيب ده أبرز حاجة معنا النهاردة في تريند الأهلي ونروح لمشاركة الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة بخصوص رأيكم في أداة المنتخب تحت قيادة كارلوس كيروش بس يوني بيقول صعب الحكم عليه حالية لأن مجموعتنا سهلة ولكن ننتظر عندما نواجه منتخبات مصنفة ونرى الأداء والنتيجة كريم بيقول أداء جيد جدا أفضل من الأول نهاردة المطش يمكن الجابون خرط الاستحواز من منتخبنا الوطني محمود حسني بيقول مساء الخير يا كابتن محمد أعتقد أن الأداء تحت قيادة كيروش تحسن بشكل جيد وخصوصا آخر مباراتين بعد انضمان محمد شريف وقفشة وكل التوفيل ومنتخبنا المصري ونتأهل لكأس العالم كمان شاكر بيقول أداء جيد ومتوقع إن شاء الله تحت قيادة تحت قيادة هنكون رعب لقرة إفريقيا بالكامل تاني ونسيطر عليها من تاني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله البداية النهاردة أو مطش الجابون وأنجولا تعتبر أقل شوية من البداية مطش ليبيا لكن إن شاء الله الفترة الجاية المنتخبة عندهم صحة وقت كاس فيفا العرب كاس أم إفريقيا جولة الحسم في شهر مارس وكل التوفيل منتخبنا ونستعد لاستيناف الدور يوم الجمعة بمواجهة المؤولين العرب بشكر حضراتكم في الختامة لحسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء